انا رحت للحي وقدمت شكوى الحي استقابلني كويس قوي وزي ما حياتك بتقول الدنيا تغيرت ونزلت لجنة او ما نزلتش او الموضوع نام هل انا لو الحي اثر معايا في حاجة انا كمواطن مصري بسيط انا باتكلم عموما لان السؤال ده اكيد بيدور في اذهان المشاهدين طب الحي اثر اشتكيل الحي المين محافظة الدرجة الاعلى جهر القبائل الاعلى اطلع على المحافظة محافظة طبعا محافظة اللي تابع ليه هذه ادارة الحي والله انا حصل معايا عقار في الحتة الفلانية وتابع للحي الفلاني حصل كذا المحافظة اطلع على اية مجتمعات عمرانية بعد المحافظة بعد المحافظة ولا وزارة التنمية وزارة التنمية الجهة الاعلى انا بتدرج في هذه الشكوى ويمكن النهاردة برضو فيه جزء مهم النهاردة الدولة بتساعد كتير جدا فطرح عدد كتير جدا من الوحدات واحنا بالنادي من بدر جدا ان احنا نتوسع وننتشر ونطلع بره الشريك الدائع اللي احنا عايشين فيه فما عنديش اللي هو الفكرة ان الناس لازم تشتري في مناطق عشوائية او يسيب العقار ده وده ناتج عن الاستغلال وما ده ناتج عن الاستغلال فاحنا لازم يكون عندنا ثقافة عدم الاستغلال ان انا اطلع بره العشوائية اللي انا عايش فيها لاني على فكرة بتدفع فيها فلوس كتير جدا والمبالغ زيادة جدا وزي ما قلت الحظاك فيها مبدأ الاستغلال عالي جدا جدا يبقى انا لو شخص متضرر لو صاحب العمارة اللي انا فيه قرر يبني ادوار زيادة من حقي ابلغ لو فيه محل قصر او فيه شقة جنبي قصرت في العمدين من حقي ان انا ابلغ الخطرة دي فيه قانين رضاعة جدا للموضوع ده